ودي مرة تانية برحب دكتور أحمد سابت ونتكلم بقى على الإسماعيلي دكتور أحمد الإسماعيلي طبعا بيلعب مع المدرب البوسني 4-2-3-1 بتتحول ليه 4-4-2 فيه الحالة الدفاعية بوجود طبعا شكري نجيب في حراسة المرمة التشكيل محمد مجدي رقم 16 لغياب طبعا محمد صبح للإصابة لاتنين المساكين محمد هاشم ومروان صحراوي مروان صحراوي هو يعتبر أحسن مساك في الإسماعيلي اللي هو المدافع التونسي هو بيعتمد عليه في تحضير الهجمة من الخلف ومميز في الالتحامات وقطع الكرات الباكي اليمين مصطفى فارس أو محمد بيومي وده نقطة ضعف الإسماعيلي الواضحة نحية اليمين نحية الشمال حسين السيد زهير أيصر لاتنين الارتكاز عمات حمدي اللي هو الارتكاز الدفاع والارتكاز الهجوم اللي بيعمل عملية الرابط محمد عادل نحية اليمين فخر الدين بن يوسف الجناح اليمين ومحمد الشامي هو الجناح الأيصر اللي اتنين دول بيردوا في الارتكاز الدفاعي بشكل كويس جدا فالطريقة بتتحول ليه أربعة أربعة واحد واحد عن طريق شوكري ناجيب اللي بيلعب كمهاجم متحرك متأخر تحت المهاجم الصريح اللي قدام اللي هو شيلونجو زي ما قلت الحقيقة اسلوب لعبهم إن أنا بلعب اسلوب لعب التمرير الطولي اللي هو اللعب الإنجليزي القديم إن أنا بحضر على شيلونجو أو شوكري ناجيب من خلال مروان الصحراوي وبلعب كرات عرضية كتيرة جدا عندهم نقاط ضعف كتيرة جدا في المساحة الموجودة وراء الاتنين الارتكاز اللي هي الزون فورتين من منطقة الأربعة عشر الموجودة وراء الاتنين الارتكاز عماد حمدي ومحمد عادل عندهم صغرت الباك اليمين الواضحة جدا ودخل فيهم ثلاث أهداف أو هدفين في مباراة الرجاء في الدورة بطالة العرب في البطولة العربية يعني إن يلعب على صغرات دي يا دكتور أحمد يعني شافع على الباك اليمين من أفضل حد يبتل جونيور أجاية طبعا جونيور أجاية لو لعب هيعمل مشاكل في الحتة دي كذلك برضو الاتنين المساكين المساك محمد عاشم اللي بلعب جنبه مراوان صحراوي مش بنفس الكدرة والكفاءة الموجودة عند مراوان صحراوي يمكن برضو لو بصنا على الأرقام هنشوف الأرقام هتبين لك حاجات كتير يعني ترجمة نانسي قنقر